اختار مجلس محافظة بغداد في جلسة عقدها اليوم فلاحة جزاري محافظة لبغداد وعلي الهيجل نائبا للمحافظة الشؤون الفنية بعد قبوله استقالة المحافظ السابق عطوان العطواني الذي فاز بعضوية مجلس النواب كذلك إلغاءه لقرارات الجلسة السابقة للمجلس والتي اعتبرها غير قانونية بعد انعقاد جلسة لمجلس محافظة بغداد عدت غير قانونية انعقدت اخرى لاختيار محافظ جديد ونائبا له واسط انقسام سياسي واضح بين الكتل السياسية داخل مجلس المحافظة الجلسة بدأت بنصاب 31 عضوان من اصل 58 نصاب اهلهم لالغاء قرارات الجلسة السابقة لمجلس المحافظة وابطال اختيار فاضل الشويلي لمنصب المحافظ وقفول استقالة محافظ بغداد عطوان العطواني الذي فاز بعضوية مجلس النواب كذلك تضمن جدول اعمال الجلسة اختيار فلاحة جزائر محافظة لبغداد باغلبية مطلقة وعلي الهجل نائبا للمحافظة للشؤون الفنية الجلسة الاولى يوم 12 عاش كانت جلسة غير متكاملة لانه ما كانت جلسة في النظام الداخلي او في القانون 21 معدل المفروض كان انتظروا المحافظ يستقيل بعد هذا يرشحون اللي هو المحافظ اللي هم ما رشحوا الان الجلسة كما حضرتوها جنابكم كان مقرارات انتخاب محافظة بغداد بالاغلبة المطلقة استاد فلاحة جزائري والانتخاب النائب الفني محافظة بغداد استاد علي هيشل ايضا بالاغلبة المطلقة هذا هو قرارنا احنا لا شك اليوم الوضع السياسي في قبة البرلمان والتحالفات السياسية في الحكومة قطعا تنعكس على الحكومة المحلية ولكن ما يعنينا ضمن الاطار القانوني هو ان تحصل اغلبية مطلقة وان تعقد جلسة ضمن الاطار القانونية المقرة وفق القانون 21 ساعة 2008 المعدل اليوم سارت بهذا الاتجاه بهذا الاطار بحضور رياسة المجلس رئيس ونعب رئيس المجلس وسارت باختيار احد المرشحين محافظ بغداد الجديد والذي اشرف على ملف الخدمات كعظم في مجلس المحافظة لم يرضى على الاداء السابق منتقذا سوء الخدمات ومؤكدا ان من اولوياته العمل مع الجهات المختصة على اكمال المشاريع الكبيرة والنهوض بواقع بغداد الخدمي كذلك الحال مع نائبه الفني الذي تحدث عن مشاريع المحافظة المقبلة اعتقد ان الخدمات المقدمة لهذه المناطق لا ترتقي الى ان تكون فعلا مشاريع وخدمات لذلك علينا من اولوياتنا ان نذهب في اعادة النظر في هذه المشاريع واستكمالها لانه ليس هناك شبكات للماء او شبكات للمجاري او خطوط او حتى اماكن التصريف سنواصل المسيرات ستكون لنا زيارات ميدانية لكافة مناطق بغداد للاستماع لاهم المشاكل والمعاوقات وايجاد الحلول لهذه المشاكل ورفع مجلس محافظة بغداد جلسته الى منتصف الشهر المقبل من السنة الجديدة بعد انتهائه من اختيار محافظ بغداد ونائبا له وفيما يخص الجلسة السابقة للمجلس والتي الغيت بتصويت جلسة اليوم يؤكد رئيس مجلس المحافظة ان ابواب القضاء مفتوحة لمن يود الاعتراض مؤكدا التزام المجلس بما يقارره القضاء ويحكم به محمد سعد الرشيد